اربط حاجة كابتن طيب بعد اذنك فضل امام عشور وحسين الشحاد وطريق حامل تم استبعادهم من المنتخ خلينا نتكلم على امام عشور وحسين الشحاد تحديد عشان دورها جايين النادي الاهلي هل لما يرجعوا النادي الاهلي مفهود النادي الاهلي ما يلعبهمش دي برضو مختلفة شوية ليه؟ لا معلش يعني هنا بقى يعني ده سب مع اسكر وخرج وراح مكان والمكان ده برضو يعني مشبول والاتنين تحديد الاهلي اللي هو امام عشور وحسين الشحاد ملتزموش في التدريبات او ملتزموش بالقرار بيتوريا انا اقصد بس انا بوصلك من نقطة ايه؟ انه مش كل واحد يقولك ده شاعدي داخلي انا حر يعني العيبة دي عايزة في المنتخب انا مش عايز ده يقول كده ولا ده يقول كده يعني انا مش عايز النادي الاهلي يقول ده غلط مع المنتخب غلط مع المنتخب فانا مريش علاقة لعبه او العكس انا عايز دايما زيما الراجل كان يعني انا معجب بالراجل جدا جدا وبشخصية الراجل احنا قابلنا مرة واحدة لما كنا بناخد دورة الايه؟ جدا محاضرة ومنبان ان راجل مدارب كويس فعلا هو حتى مدارب المنتخب اللي هو بالميكالي فهي الفكرة بس فيها المبادئ ما بتتجزقش السلوكيات ده مهمة جدا الالتزام ده مهمة جدا سواء مع المنتخب سواء مع النادي اتمنى يبقى الاثنين واحد يبقى الاثنين واحد يبقى فيه تفاهم الراجل ده كان لازم يرجع للنادي وكان لازم يفت اتصال بينه وبين النادي عظيم بص يا كابتالكاريب هو مش ماشى ثلاثة من المنتخب المنتخب هيوقف لا مبيقوش هاللعيبة يا كابتالكاريب ولا الزمائك لما عاكم اللعيبة واعرضهم للبيع مش هتوقف على مش هتوقف على حد بس اتمنى يبقى يبقى دايما ايه؟ يعني اللعيب ما يلويش دراع المنتخب ولا دراع النادي عظيم